بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق وكنت بتكلم مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت عن مجاهدة النفس وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يبقى فيه محاسبة فيه مجاهدة وكان سيدنا النبي يقول للصحابة بعد ما يرجعوا من الجهاد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الجهاد الأصغر جهاد الأعداء القتال في سبيل الله والجهاد الأكبر جهاد نفسي وكان يقول في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وكان يقول كل الناس يغدو كل الناس يغدو فبائع النفسه فمعتقها أو موبقها إلا هيبيع نفسه ربنا هيخش الجنة أو إلا هيبيع نفسه للشيطان هيخش النار وبئس القرار طيب إيه هي أنواع النفس ربنا يقول لنا في القرآن الكريم على لسان سيدنا يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أول نوع من أنواع النفس البشرية إن نفس الأمارة بالسوء ويقول في صورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نمرة نين النفس اللوامة ويقول سبحانه وتعالى في صورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ده النوع الثالث ارجعي إلى ربك راضية الرابع مرضية الخامس يبقى ورد في القرآن الكريم كم نوع من أنواع النفس خمسة واحد الأمارة بالسوء اتنين اللوامة تلاتة المطمئنة أربعة الراضية خمسة المرضية أول تاني الأمارة بالسوء اللوامة المطمئنة الراضية المرضية العلماء لما قسموا النفس البشرية قالوا لا دا النفس سبعة هنضيف على الخمسة اللي ذكروا في القرآن اتنين ما بينهم وردوا في الأحاديث اتنين اللي هم ايه أول حاجة النفس الملهمة وآخر حاجة النفس الكاملة طب تعالوا نرتب اللي اتنين مع الخمسة نعمل لهم ترتيبة كده سبعة أنواع علماء التزكية والتخلية والتحلية وعلماء الأخلاق وآهل الله من أهل من الصالحين عدوا سبع أنفس وسبع أنواع من النفس البشرية بالترتيب واحد الأمارة بالسوء اتنين اللوامة تلاتة الملهمة أربعة المطمئنة خمسة الراضية ستة المرضية سبعة الكاملة يبقوا كام يبقوا سبع أنواع تعالوا نتعرف عليهم بالتفصيل بعد الفاصل خليكم معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ولسه مع أنواع النفس البشرية هجاهد نفسي ازاي اعرف كل نفس لها مداخل ولها مخارج كيف تتخلص من قيود هذه النفس احنا قلنا أول نوع من أنواع النفس البشرية النفس الأمارة بالسوء طيب الأمارة بالسوء دائما وأبدا يميل صاحبها إلى المعصية إلى الذنب إلى الوقوع في الذنب إلى اللمم إلى الصغائر وأحيانا إلى الكبائر ربنا يقول في القرآن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمم طيب جمعت حاجة من اللمم من الصغائر تذكر قول الله جل وعلا إن ربك واسع المغفرة يغفر لمن يشاء إذا استغفر يغفر ويعفو عن الذنب يسطرك في ذنبك لكن لا تجاهل ربك بالمعصية يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لو سبت اللفات وتبت وأنبت وعدت ورجعت إلى الله جل وعلا يغفر لك ما كان ويصلح لك ما هو آت سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون دي النفس الأمار بالسوء يميل صاحبها إلى المعصية الشيطان مسيطر عليه يؤثر فيه لسه نفسه أمار بالسوء بعيد عن الطاعة بعيد عن القرب لم تذوق حلاوة الأنس بالله لذلك كان الصالحين يدعون ربهم ويقولون اللهم أذقنا حلاوة الأنس بك يا سلام يا سلام على الأنس بالله لما تذوق حلاوة الأنس بالله تنسى الدنيا وما فيها تنسى البشر وتنسى الخلق وتنسى كل حاجة بقى عندك أنس بالملك سبحانه وتعالى والأنس ده مقام من المقامات مقام الأنس بالله من أنس بالله أنساه ما دونه تنسى الخلق بتغيب عن الكون حبا في مكونه بتصوم عن الكون حبا في مكونه وصوم عن الكون حبا في مكونه واستغفرنه وفي مشروعه أقمي خليك في اللي أمرك به بس يبقى نمر واحد النفس اللوامة عصى ربنا وأكب على الذنوب المعاصي فجأة أنبه ضميره بدأ الضمير يأنبه أنا إزاي عصيت ربنا أنا إزاي عملت الغلط أنا إزاي عملت الذنب ده فبدأ الضمير الضمير ده اسمه إيه بقى؟ اسمه النفس اللوامة يبدأ يبكي ويبدأ يتوب ويسجد ويحفظ على الصلف جماعة وقول له يا رب يا رب بس أنا عايز بشارة بشرني يا رب أن أنت قابلت تبتي عايز بشارة من الله ييجي بقى للنفس الملهمة نمر ثلاثة يقوم يشوف رؤية منامية أن ربنا تاب عليه يشوف أنه هو بيصلي في الكعبة يشوف أنه هو بيقرأ القرآن في المنام حد من الصالحين يبشر بشارة حد يشوف له رؤية طيبة الرؤية الصديقة جزء من ست واربعين جزءا من النبوة وهي من المبشرات يراها الرجل أوطورة له وسيدنا النبي قال كذا إنه كان في من كان قبلكم أناس محدثون محدث يعني إيه؟ يعني ملهم يلهم بالشيء قبل أن يحدث وإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب كان سيدنا عمر ملهم يلهم بالشيء قبل أن يحدث بعد النفس الملهمة تجي المطمئن اطمأنت بذكر الله الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بعد المطمئن الراضية راضية عن الله فأرضاها الله بأت مرضية بعد المرضية تدخل الجنة وتبقى مع صاحب النفس الكاملة صلى الله عليه وسلم ربنا اجعلنا من أصحاب الأنفس الملهمة المطمئنة الراضية المرضية لنحشر مع صاحب النفس الكاملة اللهم أمين يا رب العالمين هروح فاصل وارجع على حضرتك ونخليكم عاية وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموى لها رجعنا لكم تاني وجينا للفقر الفقهية أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه هل يجوز للمريض أن يتيمم من الجنابة بدلا من أن يغتسل أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد الله جل وعلا جعل الغسل من الجنابة من الشرع الإنسان لو عليه جنابه يتطهر وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وتكلمنا قبل كده في أحكام الغسل والأحكام الفقهية المتعلقة بالغسل قلنا الغسل معناه إيه؟ التعميم أو سيلان الماء على جميع البدن والشعر والبشرة إن أنا أعمم جسدي كله بالإيه؟ بالماء وكان صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ومذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل كان النبي لما يبقى عليه جنابه يعمل كده يغسل يستنجل أول وبعدين يتوضأ وبعدين يغتسل يغسل جسده بالماء في يوم من الأيام واحد من صحابة النبي كانوا في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك والراجل دا كان عنده جرح في رأسه أو جرح في رأسه وكان الجرح غائر ينزف دما فالراجل دا أصبح في الصباح جنوب أصبح عليه جناب احتلم فبيسأل الصحابة أعمليه أنا علي جنابه أغتسل ولا أتيمم فالصحابة قالوا له لا تغتسل لازم تغتسل انت عليك جنابه أصبحت جنوبا فاغتسل الرجل فنزل الماء في الجرح فمات الرجل شوفوا بيسأل الصحابة أنا علي جنابه أصبح محتلم أعمليه قالوا له اغتسل لازم تغتسل فاغتسل فمات فجاءوا لسيدنا النبي رسول الله دا الراجل دا سألنا يغتسل ولا يعمل ايه فقالنا له اغتسل فمات قال له من سيدنا النبي قتلتموه إنما دواء العي السؤال العي اللي هو ايه الجهل شفاء الجهل السؤال اللي مش عارف يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب يعمل ايه الرجل؟ النبي قال لهم كان يكفي أن يتيمم لو تيمم كفاية هو التيمم معناه إننا لو ملئتش مية أتيمم التيمم ربنا يقول في القرآن الكريم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم ضربطين ضربة للوجه وضربة لليد هذا التيمم طيب التيمم امتى؟ عند عدم وجود الماء اتنين عند العجز عن استعمال الماء طيب ما ده عاجز؟ ده لو استعمل الماء ربما يموت المريض اللي هو عنده مرض شديد ولا يستطيع أن يغتسل لشدة البرض مثلا في مكان ما فيهوش ماء مثلا دافي أو ماء حار طيب لو اغتسل بالماء البارد ممكن يموت في بعض المناطق الماء فيها بيكون شديد البرودة يعمل ايه؟ يتيمم يجوز له أن يتيمم لكن الضرورة تقدر بقدرها قاعدة بتقول كده الضرورة تقدر بقدرها مريض يبقى يجوز له أن يتيمم بدلا من أن يستعمل الماء لأنه لو استعمل الماء فإنه يتسبب في إذائه لا ضرر ولا ضرار في هذه الحالة نقول له ايه؟ يتيمم فعليه نقول للسائل المريض الذي لا يستطيع أن يغتسل يجوز له أن يتيمم بدلا من الغسل في رفع الجنابة والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين أشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا